أهلا بكم من جديد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو بوتيريش أن لبنان فقد حقه في التصويت في الجمعية العامة بعد تأخر عن سدد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة يأتي هدى فيما قالت وزارة الخارجية اللبنانية إن المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد انجزت وعملية الدفع ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة المصائب لا تأتي فرادة هكذا يمكن أن يعنون الوضع الحالي في لبنان هذا البلد الذي يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة صنفت كواحدة من أسوأ ثلاث أزامات في التاريخ الحديث آخر حلقات تلك المصائب هو خسارة لبنان حقه بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بعد تخلفه عن سداد مليون وثمانمائة ألف دولار أمريكي مستحقات مالية تراكمت عليه لصالح ميزانية تشغيل المنظمة الدولية خلال العامين الماضيين وتنص المادة التاسعة عشر من متاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين الكاملين أو تزيد عن ذلك يفقدون حقوقهم بالتصويت من جانبها أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن المراحل الخاصة لسداد المبلغ المطلوب قد أنجزت وأن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة ويواجه لبنان أزمة حكومية لا تلوح لها نهاية في الأفق يزيدها تعقيدا البحث عن مسار عاجل للخروج من الانهيار المالي في ظل تراكم الديون والانهيار المتواصل للعملة الأمر الذي يفاقم من مخاطر عدم الاستقرار في وقت تترنح فيه مؤسسات الدولة على شفى الانهيار ولا يزال لبنان بلا رئيس أو مجلس وزراء كامل الصلاحيات منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي حيث عجز مجلس النواب اللبناني على مدار 11 جلسة في انتخاب رئيس للجمهورية وهو فراغ غير مسبوق حتى بمعايير بلد لم يتمتع باستقرار يذكر منذ الاستقلال ترجمة نانسي قنقر ينضم إلينا من بيروت دكتورة توفيق شمان الباحث في شؤون الشرق الأوسط ومن واشنطن السفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق وخبير الشؤون الأمريكي أبدأ من واشنطن السفير معلوف لماذا تم تفعيل هذه المادة من نظام الأمم المتحدة باستبعاد لبنان لعدم السداد في حين أن هناك مادة أخرى تجيز عدم السداد للدول التي تعاني من أزمات اقتصادية نعم أولا هذه ليست المرة الأولى التي يعاني منها لبنان من عدم سداد الدفع وحرمانه من التصويت لقد حصل ذلك منذ ثلاث سنوات في مطلع العام 2020 وتم معالجة الموضوع ولبنان هذه المرة ليس وحده المستهدفا أي أن لبنان ليس مستهدفا بالذات من هذا القرار بل هناك عدد آخر من الدول التي لم تفدد استحقاقاتها لبنان يعيش الحاليا أزمة كبرى معروفة من قبل الجميع في العالم وقد أثبت ما حصل الآن مع الأمم المتحدة ما كان يقوله منذ فترة أحد المراقبين للأوضاع في لبنان عندما قال أنه كلما اعتقدنا أننا وصلنا إلى القعر نجد أنفسنا قد هبطنا إلى قعر جديد هذا قعر جديد هبط إليه لبنان ولكن كما قالت وزارة الخارجية الموضوع قيد المعالجة أنا عندي ثقة بأن لبنان لن يترك نفته بهذا الشكل مع الأمم المتحدة صحيح أن الأمور الداخلية لا يتم معالجتها لا من قريب ولا من بعيد ولكن مبدوع التصويت في الأمم المتحدة أمر خطير جدا لأنه ستضر كثيرا ولكن هناك دول الأوضاع الاقتصادية لديها سيئة مثل الصومال ودول أخرى تم استثناؤها من السداد لأن الأوضاع الاقتصادية معروفة أنها تعاني بشكل كبير في هذه الدول لماذا لم يتم استثناء لبنان؟ هذا هو السؤال نعم لأنه منذ فترة منذ أن بدأت الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان وجميع الدول بما فيها الأمم المتحدة وصندوق النقط الدولي والبنك الدولي يطلبون من الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراء بعض الإصلاحات ومن جهة ثانية لمحاربة الفساد وحتى الآن لم تقم الحكومة بأي خطوة في هذا الاتجاه منذ العام 2018 عندما قرر مؤتمر سادر في باريس تخصيص لبنان بـ 11 مليار دولار شرط أن يقوم ببعض الإصلاحات ويحارب الفساد منذ ذلك التاريخ لم يقم لبنان بأي عمل في هذا الاتجاه ولذلك أعتقد أنا شخصياً أن الأمم المتحدة تعتبر لبنان مسؤولاً تعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عن ذلك ليس كما هو الحال في دول مثل الصومال وجزر القمر وغيرها التي تعاني من أزمات مالية لأسباب أخرى وليس بسبب الحكام الموجودون على رأس هذه الدول نعم ندب إلى بيروت دكتور توفيق هل عدم السداد بسبب الأزمة الاقتصادية أم الأزمة السياسية؟ لا طبعاً الأزمة الاقتصادية ولكن أظن أيضاً بأن هناك إهمال المبلغ هو مليون وثمانمائة ألف دولار وهذا بالنسبة للدول ليس بالرقم الكبير صحيح وهذا المبلغ ينفق بشكل يومي على وسائل وعلى أساليب تتعدى هذا الرقم بكثير أنا أعتقد المسألة تتعلق بالإهمال وبعدم التقدير السياسي وبغياب رجال الدولي على لبنان وأظن بأن هنا لابد من الإشارة بأن لبنان الذي كان ساهم في مؤتمر سان فرانسيسكو في العام 1945 وبالتالي أحد أهم المؤسسين للأمم المتحدة تصل به الأمور نتيجة الطبقة السياسية الموجودة الآن إلى أن يفقد أو على الأقل يعني يقف على عتبة أن يفقد حقه بالتصوير المسألة ليست لها علاقة بالسياسة وليست لها علاقة بالاقتصاد والبيان الذي صدر عن وزارة الخارجية يؤكد بأن لبنان أيضا على مشارف تسديد هذا الاستحقاق الذي عليه فإذن لابد من البحث عن ذرائع وعن حجج أخرى هل يمكن أن يكون حدث سهوا؟ إهمالا إهمالا السهو قد يكون بطريقة غير مدروسة ولكن الإهمال لا متعمد وأعتقد أن هذا يندرج أنه في سياق عدم قيام المسؤولين بمهماتهم وبالتالي بمسؤولياتهم ولا أقصد جهة أو شخصية أو فريقا محددة ولكن الذي أريد أن أقوله بأنه ربما قد يكون هذا إنذار أيضا لأنه هذه هي المرة الثانية في يناير كنون الثاني الماضي 2021 أيضا تعرض لبنان إلى مشهد مماثل ولكن أن يوضع لبنان أحد أهم الأطراف المؤسسة للأمم المتحدة وأن يوضع لبنان الذي كان لديه أحتياط مالي يعني قبل العام 1975 قبل بداية الحرب بحدود 7 مليارات دولار بلغة ذلك الزمان أن يوضع فيه مصاف دول مع كل الاحترام الإنساني يعني دول فاشلة وبالتالي هذا يضل إلى المنزلق وبالتالي إلى الدرك الأسفل الذي أوصل به السياسيون اللبنانيون بلادهم نحن حقيقة أمام ربما قد نكون أمام بداية إنذار لاحتبار لبنان دولة فاشلة أو شيء من هذا القبيل سفير معلوف إذا كانت الأمم المتحدة تنظر في هذا الشأن من خلال أن السلطة هي التي ذهبت بلبنان إلى هذا الوضع لماذا يتم التعامل مع هذه السلطة إن كان من المنظمة الدولية أو من الأعضاء في المنظمة الدولية إذن يعني مع من تتعامل إن لم تتعامل مع السلطة في كل ما يتعلق بلبنان بصورة مبدئية وبصورة دستورية هذه السلطة هي التي تمثل لبنان تجاه دول العالم تجاه الخارج سواء أكانت تقوم بواجباتها أم لم تقم ولا تستطيع الدول الأجنبية والأمم المتحدة أن تتعاطى مع لبنان خارج إطار الحكومة التي تمثل الشعب اللبناني التي تمثل الدولة اللبنانية في العالم هذا أمر واضح جدا لا يمكن أن تتعاطى الأمم المتحدة مع لبنان بطريقة أخرى خارج التعاطي مع الحكومة ومن تمثله ولدينا في الأمم المتحدة سفارة ممثلية للبنان وعندنا ممثلة قديرة جدا تتعاطى معها الأمم المتحدة بكل الطرق كما تتعاطى مع أي دولة أخرى هذا أمر بديهي لا يمكن إلا أن تتعاطى عن طريق المؤسسات الرسمية سيد توفيق هل يمكن للأزمة الاقتصادية في لبنان أن تبدأ بعض الخطوات لحلها دون الوصول إلى حل الأزمة السياسية؟ لا الأزمة الاقتصادية بالأساس هي نتاج أزمة السياسية والأزمة السياسية هي نتاج أزمة أخلاقية يعني الكارثة التي يعيشها اللبنانيون على الأقل يعني منذ الانهيار الكبير نعم وما علاقة الأخلاق في هذه الأزمة؟ دكتور توفيق لأنه عندما يتم تجريد الأخلاق عن السياسة تتحول السياسة إلى جريمة وهذا يعني حتى لا ندخل في باب الفلسفة السياسية نعم كل الفلسفة السياسيين والمفكرين السياسيين بدون شك يعني يتبادلون هذه الفكرة نتذكر على الأقل يعني الفلسوف الفرنسي مونتي سيكيوه بس الشيء الأساسي أنه يعني عندما نقول غياب الأخلاق لأنه غياب الأخلاق هو الذي أدى إلى هذا التحاصص السياسي الذي نتج عنه تحاصص بالاقتصاد، تحاصص بالمصارف، تحاصص أيضاً بالمشاريع التي كانت تقام، تحاصص بالهدر أيضاً، وتحاصص على سلب المال العام، هذا الذي قصدته تحديداً بالأخلاق، لذلك لم يكن هناك دماً تقريباً ربما أغلبية الطبقة السياسية كان الهدف منها أو الهدف من ممارستها السياسية أن تتعاطى مع الدولة اللبنانية باعتبارها بقرة حلوب وهذا الذي أدى بالأخير إلى أن يذوب كل هذا الحليب ويتبخر ووصلنا إلى ما وصلنا إليه لذلك أعتقد بأن أي مدخل أي مدخل أي مدخل عزيزي أي مدخل لأي إصلاح اقتصادي إن كان على مستوى مصرف لبنان إن كان على مستوى إعادة هيكلة المصارف إن كان على مستوى تحديد الخسائر المالية المقدرة تقريباً بأكثر من 90 مليار دولار أي مدخل إلى مثل هذه الإصلاحات لا يمكن أن تتم إذا لم تسبقها تسويات وإصلاحات سياسية الإصلاح السياسي أولاً والتسوية السياسية ثانياً عذراً لبساطة السؤال ما مشكلة اختيار رئيس جمهورية في لبنان؟ مشكلة اختيار رئيس جمهورية في لبنان أنه كل طرف يريدوا رئيساً على مزاجه تماماً مثل كل حزب يريد لبنان على مزاجه نحن أمام لبنانات يعني بقدر الأحزاب الفاعلة الموجودة في لبنان نحن أمام لبنانات متعددة علماً بقالنا رئيس الجمهورية في لبنان محدود الصلاحيات يعني والله تجربة العماد ميشيل العون لم يعني دربت قلب الظهر المجان تماماً يعني كان ربما الذين كانوا قبل الرئيس ميشيل العون كان ينطبق عليهم هذا الأمر ولكن مع تجربة الرئيس ميشيل العون انتقلبت هذه الأمور رأساً على عقب بصرف النظر أنه بس بالأخير أنه عندما يكون لرئيس الجمهورية يعني مجموعة أو على الأقل يستطيع أن يستخدم يعني مجموعة من البنود الدستورية وبالتالي البعض كان يصفها بأنها نوع من الاستخدام التعسفي للدستور بالإمكان ساعة ذلك أن يتعطل البلد وتعطل البلد عدة مرات وجزء أساسي أيضاً الآن من عملية تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية أنه كل طرف لبناني تقريباً يفسر الدستورة على مزاجه وبما يلائم مصالحها لذلك كل التقديرات والرهانات التي كانت تتحدث عن مرحلة قليلة ما بعد الفراغ الرئاسي شهر أو شهرين يعني كل هذه التكهنات أشبه بالتنجيم الآن يقال الربيع وبعض القوى السياسية قالت لي أيضاً بأنه ربما في الصيف آخرون قالوا أنه قد تقطع كل سنة 2023 ولا يتم امتخاب رئيس الجمهورية المسألة أظن لها علاقة بأن ممارسة السياسة في لبنان خاضعة من يعني كل طرف يريد أن يعتبر نفسه الأقوى وبالتالي يجب أن يفرض رأيه ومزاجه وما يشاء وما يريد هذا هي الإشكالية سفير معلوف يعني هناك من يؤكد بأن الأزمة اللبنانية تمتد إلى الخارج وأن الخارج يلعب دور كبير فيما وصلت إليه لبنان وأن الولايات المتحدة إذا وضعت لبنان في أولوياتها ستنتهي الأزمة في غضون ساعات تتفق مع هذا الرأي؟ طبعاً لا أولاً نحن في لبنان أنا موجود في الولايات المتحدة ولكنني لبناني الأصل اللبنانيون إجمالاً غالباً ما يضعون المسئولية على الخارج بينما هم المسئولون الأولون عما يحل في بلادهم الولايات المتحدة وإسرائيل ودول العربية الأخرى يهمها استقرار لبنان أكثر مما يهمها هبوط لبنان طبعاً إنها لن تقوم بالمستحيل لمساعدة لبنان عندما لا يقوم لبنان بنفسه بمساعدة نفسه لقد قامت فرنسا بمساعي كثيرة لدرجة أن وزير خارجيتها قبل أن يأتي إلى لبنان منذ سنة تقريباً صاحة أقول أكرر الكلمة صاحة في مجلس الشيوخ الفرنسي متحدثاً موجهاً حديثه إلى اللبنانيين قائلاً بربكم ساعدوا أنفسكم لنتمكن من مساعدتكم فاللبنانيون دائماً يضعون الحق على الخارج وينتظرون أن يأتي الحل من الخارج بينما هم أول المسؤولون عن ذلك صحيح أن كل فريق له بعض المصالح مع الخارج ولكن عندما يضعون مصلحة بلدهم مصلحة لبنان في طليعة المصالح عندئذ يستطيعون أن يصلوا إلى الحل الولايات المتحدة حولها حتى لو وضعت لبنان في أولى أولوياتها إذا كان اللبنانيون غير متفقين مع بعضهم البعض فإن لا يمكن أن نصل إلى حل في لبنان لا الولايات المتحدة ولا الأمم المتحدة ولا فرنسا ولا إيران ولا أي دولة أخرى تستطيع أن تجد حلاً للبنان إن لم يكن اللبنانيون هم جاهزون ليساعدوا أنفسهم لإيجاد الحل المطلوب نعم دكتور توفيق فهمت من إجابتك السابقة بأن الحل ليس بقريب إذن إلى أين ستذهب الليرة اللبنانية؟ يعني إلى مزيد من الاحتراق وليس الانهيار نعم وأنا أعتقد أكثر من مرة وعلى شاشتكم الغراء يعني منذ العام 2019 قلت بأن سعر صرف العملة المحلية اللبنانية سوف يتجاوز ما كان موجوداً على الألف وخمسمائة ليرة قد يصل إلى العشرين وثلاثين واربين وخمسين ألف قلت عدة مرات منذ العام 2019 نعم ولكن أود أن أعطف أيضاً على ما قاله الزميل من واشنطن فأنا أؤيد كلامه بأن المسئولية تقع على اللبنانيين ولا يصل على الخارج وكل اتهام للخارج هو تنصل من المسئوليات الداخلية كان في مؤتمر سادر في العام 2018 كان يفترض أن يضخ حوالي 11 مليار دولار إلى لبنان نتجة الاستراعات السياسية وانعدام التوافق بين اللبنانيين بين القوى السياسية اللبنانية أقصد والنزاعات بين السياسيين طارت طارت كل هذا المبلغ وطارت هذه المبادرة أقصد سادر أيضاً في الأول من أيلول سبتمبر 2020 عندما وقع الانفجار المزلزل في بيروت جاء الرئيس ماكرون إلى بيروت مرتين يعني الثانية في الواحد من سبتمبر وقدم ورقة إصلاحات أصبحت معروفة بالورقة الفرنسية واجتمع مع كل بني القوم من بني قضاعة وبني تغلب وبني وكل هذا اجتمع كل القوى السياسية اجتمعت معه وكله موافق على الورقة الفرنسية ولكن لم يلتزم أحد بها المشكلة هنا في الداخل طيب المشكلة في الداخل دكتور توفيق يعني إذا كانت الأوضاع الاقتصادية كما تصفها وكما نراها وتتحدث على أنها قد تذهب إلى الأسوأ إذن على ماذا يتنافسون يعني معظم القوى السياسية في لبنان لا تعترف بوجود أزمة يا عزيز هي تقول بأن اللبنانيين يرتدون الآن المطاعم ويرتدون المقائب يعني يرون الصورة بالظاهر ويعني يرون أيضا يعني الصورة الظاهرية تماما لا يعترفون بالأزمة ولم يعترف أحد بأنه أخطأ لذلك أقول لا مدخل للحل وهذا هو الإجابة يعني على سؤالك الذي سألته قبل قليل يعني عندما تريد أن تصلح أمرا ما عليك أن تعترف بالبداية بالخطأ هم لا يعترفون بأنهم أخطأوا وبالتالي أداروا البلاد بهذه الطريقة التي أديرت بها ولذلك ليس فقط الليرة على طريق الاحتراق يعني نحن الآن أمام يعني قد بل دخلنا أمام يعني أمام امتحان على المستوى الاجتماعي وبالتالي الأمن الاجتماعي والأمن الفردي يعني يكاد أن يكون واحد بدون شك يعني في الأشرة المقبلة سوف يكون واحد من أهم الإشكاليات ومن أهم المسائل التي يعاني منها اللبنانيون ومع ذلك القوى السياسية لا تعترف أو على الأقل أغلب هذه القوى لا يعترف بوجود أزمة وكل طرف يقول ما خلونا كل طرف يلقي المسئولية على الآخر عندما نكون أمام طبقة سياسية من هذا النوع لا يمكن أن نتفائل بوجود حلول ولا يمكن أن نتوقع بوجود على الأقل مداخل للحل دكتور توفيق شمان الباحث في شؤون الشرق الأوسط من بيروت ومن واشنطن السفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق وخبير الشؤون الأمريكية شكرا لكم تأتي حلقة اليوم من وراء الحدث شكرا للمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر